أسباب ارتفاع القهوة في المغرب عرفت مادة القهوة ارتفاعا في أسعار البيع للعموم حيث قررت الشركات المحلية المصنعة للقهوة زيادة الأتمنة النهائية لتغطية التكاليف التي ارتفعت بدورها في ظل غلاء سعر البن في السوق العالمية قال محمد أسطايف رئيس الجمعية المغربية لمصنع الشاي والقهوة في تصريح إن أسعار البيع النهائية لمادة القهوة عرفت زيادة تتراوح نسبتها ما بين 25% و 35% وهما يمثل ما بين 15 و 25 درهم للكلوغرام الواحد من القهوة ووضح متحدث ذاته أن هذه الزيادة تأتي من المنبع أي من الدول المصدرة لمادة البن حيث أثر الجفاف وقلة التساقطات على حجم المحاصيل الزراعية من هذه المادة فضلا عن ارتفاع الطلب مقابل عرض وهو ما أثر على ثمن نهائي للقهوة علوة على ذلك سهم عامل ارتفاع كلفة النقل الدولي للبضائع وسلع أيضا غلاء أثمان مواد التلفيف في هذه الزيادة التي تم تطبيقها مؤخرا وأشاء رئيس الجمعية لمصنع الشاي والقهوة إلى أنه من الصعب أن تتقبل السوق المغربي للقهوة ارتفاع يصل إلى 25 درهم دفعة واحدة هذا الأمر دفع الشركات إلى الزيادة بشكل تدريجي للحفاظ على استقرار عملية البيع ترجمة نانسي قنقر